السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا المقطع التربوي الجديد والذي سيتعلق إن شاء الله بالحصة الثانية من النص المسترسل حكمة القاضي صفحة 79-80-81 من كتاب المونير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي نبدأ على بركة الله بأفهم الجزء الثاني أقرأ الجزء الثاني من النص وأقتدي بأستاذي وأستاذتي هنا أترك لكم أصدقاء القراءة في المنزل حتى لا نضيع الوقت نعم الفقرة الثانية من إثنان حتى الجزاؤه إذن هذا هو الجزء الثاني أصدقائي اللي لازم أن تقوموا بقراءته أكثر من مرة كما أقول دائما في مقابل ثم الآن أغني رصيدي أستعمل الحروف الثلاثة لأحصل على مفردات أليف دال عين مطلوب مني هتلاثة هذه الحروف أنني نستخدمها ونشكل بها مجموعة متنوعة من الكلمات إذن أصدقائي كمثال مثلا نعطيكم فعل عادة فعل دعا فعل عادة وفعل دعا إذن هذه أفعال أو كلمات مكونة من هذه الحروف ممكن أنكم أن تضيفوا كلمات إذا كانت هناك كلمات أخرى أن تقوموا بإضافتها هنا إتفقنا ثم أسئلات أفهم وأحل أختار الجواب الصحيح مما يلي تم إلقاء القبض على اللص نعم اعتبرنا ربعا دينا الاختيارات لأنه لم ينتبه للجندي لأنه يجهل القانون لأنه سرق كيسا ثقيلا لأنه لا يعرف القرية جيدا إذن الجواب هنا ليس جواب واحدا وإنما جوابين إذن الجواب الأول لأنه لم ينتبه للجندي هذا الجواب الأول ثم الإجابة الثانية هي لأنه لا يعرف القرية جيدا ثم الآن عنا ضار حوار بين اللص والجندي وقدم كل واحد منهما حججا أملأ الجدول التالية حسب المطلوب حجج اللص وحجج الجندي نعم إذن بالنسبة لنا سننتقل إلى النص حتى يتضح لكم أو تفهموا أكثر معي إذن الحجج نبدأ بحجج اللص انطلاقا من النص إذن هنا عنه توسل اللص للجندي ووعده أن لا يعود إلى فعلته تلك خصوصا أن لديه أسرة يعولها نعم هذن سببين إذن السبب الأول هو أن لا يعود نعم والسبب الثاني أن لديه أسرة يعولها نعم هذن من حجج اللص التي قلها لكن الجندي نعم قلوا هذا لا يبرر لجوءك للصرقة نعم ثم هذه القرية آمنة هذه الحجة الثانية ثم الثالثة وواجبي يفرض علي حماية حقوقهم إذن الواجب ديل هذا الجندي أن يحمي حقوق الناس وهذا ما يقوم به جميع أفراد الأمن في بلدي نعم إذن هذه الحجج اللي اذكرنا سنقوم بتدوينها في هذا الجدول بعد أن نقوم بنقله على دفاترنا إذن أصدقائي عنا هنا حجج اللص وعنا نعم حجج الجندي ثم هذا مدرهم في الجدول تفقنا ثم أخيرا أركب وأقويم سؤال بسيط أقترح عنوان آخر لجزء الثاني نعطي وحد العنوان آخر نعم أنا أقترح عليكم مثلا نعم وقوع اللص في قبضة الجندي القبض على اللص إذن هذا عنواني هذا بالنسبة يعني عنوان بسيط ممكن أنكم تقترحوا عنوان ليكون أفضل لهذا هذا ما نتمنى أن يكونوا المتعلمين أن يتفوقون في إعطاء الإجابات تفقنا إذن أصدقائي أشكركم على حسن متابعة هذا المقطع ومتابعة قناتنا وعلى تعليقاتكم الجميلة والمساندة لقناتنا أستودعكم الله وألقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع مع مقاطع جديدة لهذا المكون أو لهذه المادة ولمواد أخرى وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر